مباراة بوجود قمة القمم نهائي مبكر فريقين يعني صراحة دائما نحن بوجود نفسه كل محلين كل إخوان نحن لما نتكلم عن المعطيات والمباريات السابقة بما يقدمون الفريقين أو أي فريق يعني نحن لما نتوقع من خلال الاستمرارية والفوز ونقاط القوة ونقاط الضعف عند المعطيات وتصب المباراة لصالح الهلال كاستمرارية يعني تخيل وجود أنا اليوم سويت إحصائية بشكل سريع من خلال المسابقات اللعبة كاس الملك سعودي وكاس دوري أبطال آسيا ودوري روشن تخيل في ثمان مباراة دوري أبطال آسيا سجل ثانو عشرين عليه أربعة كاس الملك لعب ثلاث مباراة سجل سبع هداف في دوري روشن عشرين مباراة سجل ثلاثين على عشر هداف مجمل المسابقات هذه واحد ثلاثين مباراة لواحد وتسعين هدف عليه أربعة عشر فقط ثلاث تعادلات منها تعادلين في دوري روشن تعادل واحد في دوري أبطال آسيا ثمانو عشرين مباراة فوز حتى تاريخ اليوم ولا خسارة تبارك الرحمن ولكن لما نروح على مثلا اتحاد والهلال طابع خاص ما يخضع للمعضيات اللي أنا ذكرتها قد يكون يفوز الاتحاد في مباراة آآ لسبوع المقبل او الهلال يكمل يوم اثنى عشر يوم فيها ثلاث مباريات يا كابتن يعني لما يسير في تيربي ولا كراسيكو قبل بسبوع يعني تحبس الأنفاس في البرنامج وبرى البرنامج ثلاث مباريات في الثلاثر يوم والحلو بالوجود ان الاتحاد عودت احمد حجازي كقائد في مو في خط الدفاع قائد في الملعب آآ آآ حمد الله ورجع لمستواه كذلك حتى يمكن آآ صالح العمري كبديل لم ينزل بشوط الثاني عند السرعة عند المهارة آآ اليوم شوف ناس يعني آآ 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 احمد الغامدي فيصل غامدي لاعب كأنه لعب سنوات طويلة لعب خيب ريانتي فاحنا نبيل اللاعبين النجوم المحليين وكذلك المحترفين يكون من فيما سواهم لتشاهد النبارات في رتم عالي جدا فنتمنى نالتحاد يرجع في السؤال لان الهلال الكل يعني يتكلم عن ارقامه وحنا ما نتكلم بس عالفوز الفوز هذا خاصه من الهلال تبارك الرحمن عشان لا يقول وليد عينه حارة تبارك الرحمن ألف مرة على نادي الهلال بما يقدمه الفوز عند الهلال موجود ولكن الأرقام قاعد تكسر النسق المباريات دائما المستوى جدا عالي البديل ما يشعرك أنه في لاعب غائف في نادي الهلال ولكن عودة الاتحاد هذه المباراة نتمنى الاتحاد يستثمرون هذه المستوى اللي يقدموه اليوم مع وجود الجمهور أكيد الجمهور وفريقين رح يكونون متواجدين في نهاية مبكرة في دورة أبطال آسف